وأشير مشاهدين مجدداً إلى استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة والذي يطال مناطق عدة في القطاع تستهدف مقار ومباني سكنية بحسب طبعاً التقارير وتقارير السحفيين والمراسلين على الأرض وتقع الكثير من القتلى والضحايا من المدنيين في ضل الحصار المطلق على القطاع والأنباء التي تشير إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل أو توقف موالدات الكهرباء عن العمل اليوم بحسب طبعاً التحذيرات التي كانت منذ يوم أمس بأن اليوم ستتوقف هذه المحطات الكهربائية عن العمل لنقص الوقود الذي يدخل عادة من إسرائيل ربما وهذا يؤثر بطبيعة الحال أيضاً بحسب التقارير على عمل المستشفيات التي تحاول انقاذ من يتم انقاذهم من المصابين والجرحى الذين يصلون إلى هذه المستشفيات التي تعاني من النقص الكبير أيضاً على ضوء استمرار هذا القصف لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر